الإعلام الفرنسي طبعا صحيفة جون أفريك قالت الرهان يعني محفوف بالمخاطر على عقد انتخابات في الرابع والعشرين من الشهر القادم قالوا ان ده يبقى يعني فيه خطورة انه تتم او فيه مخاطر تحيط بهذا الطرح سواء من الداخل الليبي او من خارج الليبي والصحيفة زي ما عدوك شايفين بتقول انه بيحاول مكرون قاعد معه عبد الحميد بيبا وحمد بن نفي بشكل يعني فيه نوع من صورة معبرة انه لا فيه محاولات فرنسية لرأب الصدر ايضا صحيفة لفيجارول فرنسية قالت يعني ان فرنسا كانت فيهم الايام جزء من المشكلة بنحيازها لطرف ضد طرف دلوقتي بتحاول تتبوى المكانة اللي بتستحقها خلال الفترة الماضية كان فيه شغل وكان فيه تحركات فبيقولوا انه فرنسا اصبحت اكثر فاعلية في المشهد الليبي صحيفة ليبراسيون قالت انه ماكرون بيأخذ مقعد ميركل في الاتحاد الاوروبي وبيحاول يظهر بمظهر القائد الاوروبي بعد رحيل بعد خروج ميركل من الحكم ده كان يعني التعليق الاعلام الفرنسي الاعلام الايطالي مكالة نوفا الايطالية قالت دراجي يكبح ماكرون يعني رئيس الوزراء الايطالي بيقولوا انه هو يعني بيكتف ايمانويل ماكرون او بيعرقى له او بيقف يعني مفيش تناغم كامل معاه وقال انه هو بيقدم خطة يعني بديلة لاخراج الموقف من ازمته او المأزوم انه ياما نبدل نعدل نغير المادة اتناشر او نلغيها او نأجل الانتخابات الى حد ما خاصة الانتخابات البرلمانية صحيفة الجورنالة الايطالية قالت ايطاليا تريد انها تغير المصار وبتتفق مع فرنسا لكن بشروط طبعا انا بس اقول له حضراتكم هو ليه فرنسا وليه ايطاليا وليه المانيا اللي هم القادة في المؤتمر الصحف اللي كانوا موجودين لانه المانيا هي اللي عملت استضافة مؤتمر 2020 في برلين والنهاردة فرنسا استضافة مؤتمر 2021 في باريس وروما هتستضيف مؤتمر 2022 بعد الانتخابات الليبية وطاليا زي ما قلت حضراتكم ان هي يعني ليست العلاقة بينها وبين فرنسا يعني دافئة وانما متأرجحة بين الدفء والبرود لكن في النهاية مصالح الدول هي التي تحكم مواقفها الخارجية طبعا طبيعة الدور الايطالي في ليبيا معروف وايطاليا مش عايزين ننسى اللي هي كانت الدولة المحتل لليبيا على مدار يعني سنوات فاكرين ايام عمر مختار وغيره فايطاليا كان لها دور داخل ليبيا وكل الدول اللي كانت مستعمرة بتدور على يعني مصمر جوحة في مستعمراتها السابقة يبقى كده واتكلم برضو رئيس المجلس الرئاسي محمد اللي منافي تكلم كلمة يعني توفقية انه مع الانتخابات في موعدها ومع التوافق بشكل عام خلال المرحلة الحديثة